بسم الله هتكلم في الفيديو ده عن التقريج و عن تقريج الشبكات و ازينا انا الرج سيرك بين جهازين و معي الشبكات قبل ما ابدأ الادوات اللي احتاج معي في التقريج بيحتاج معي الرجل ده بنسميها الرجل بيحتاج معي كابل يو تي بي او بنسميه كابل نت و محتاج معي رجل اللي هو بدخل في السيرك و بنسميها رجل رجل خمسة واربعين رجل خمسة واربعين محتاج معي قراجه و محتاج معي كابل طيب لو انت اللحظت ان الكابل يو تي بي ده فيه ثمان سلوك كل سيرك بيكون ليه لون معين طيب معي كده على الصدورة اشرف كده ازاي نقرش السلوذة طيب عندنا نوعين من الشركات لو انت عاوز تعمل سلك لو انت عاوز تعمل سلك بين جهاز كمبيوتر وجهاز كمبيوتر تاني بدون سويتش او بدون راوتر نحن هنا بنقرش السلك بتقريش اسمه العبور اللي بتزميل انجليزي كورس اوبر لتاني لو انا عايز اعمل تقريش سلك بين جهازين بستبدون سويتش يعني سلك يوصل من جهاز كمبيوتر تاني فهنا بقرش السلك تقريش بتسميه توصيل عبور طيب طيب دي بعملها ازاي بيكون عادي في السلك كده طرفين والحاجات ده هنشرحها دلوقتي عامليه الطرف الاول برتب الالوان بتاعته بالتمن الوان دول اول سلك من الشمال اليمين من الشمال اليمين ابيض اخضر اخضر ابيض برتقالي ازرق ابيض ازرق برتقالي ابيض بني بني يبا انا بردت بالتمن سلوب دول بترتده من عالشمال ابيض اخضر بعد كده السلك الاخضر بعد كده الابيض برتقالي بعد كده الابيض ازرق بعد كده البرتقالي بعد كده الابيض بني بني انتشووا دلوقتي وحننطبقهم عاملي الطرف الاول بيكون بالالوان دي اما الطرف التاني بيكون بالالوان التاني دي بيكون بابضع باردهم الشمال اليمين ابيض اخضر ازرق ابيض ازرق اخضر ابيض بني بني بأررج السلك من ناحيتين برتب الالوان بالشكل ده هنشوف اتلام دلوقتي عملي وبحط الارجيب وباكبس عليه بالقراجة تمام اما لو انت عايز توصل بين جهازين باستخدام سويتش ودي الحال اكتر استخدامك اللي هو انت عندك الليت راوتر وعندك كومبيوتر وباخد سيفلي من راوتر لكمبيوتر او من الكمبيوتر لسويتش هنا باقرش من ساميته الريش مباشر او ستريت وده بيكون سهل جدا باردت ببارك التامل الوان من الطرفين بنفس الترتيب ده هي ابيض برتولي برتولي ابيض اخضر ابيض ازر اخضر ابيض بني بني يملك انا لو اقرش بتقريج مباشر بين كومبيوتر وراوتر او كومبيوتر و temperatura سوايتش هنشوف هذه الم�서 scales اما لو اوصل بين اثنين جهازين اثنين كومبيوتر بدون switch بدونнее إلى هنا لازم الطرف الاول باسلح يكون بايالوان ده والطرف الثاني يكون بايالوان ده يبقى انت في كلتا الأحوال لازم تحفظ التمال الألوان دول لانك هتحتاجهم في طرف من الأطراف أو في الطرفين لو انت هتقرج تقريج مباشر أو سريج وزي ما قلت لك هو أكتر استخداماً أغوى اللي دايبا بنستخدمك لان في البيت بنحتاجه دايماً لو هووصل بين كمبيوتر ورابتر طيب اصلاي بقى ان انا اوصل بيني هزين واذا تبقى الكلام دا عملي واذا انا نعمل اعدات الشركة بتاعته من كمبيوتر دا اللي احنا ان شاء الله نشرحه في الجيديو الجاي هناخد كده خطوة خطوة عملي ازاي نحنا نقرج السرق بالتوفيق